عبر مندوب مصر بمجلس الأمنى السفير أسامة عبدالخالق عن المزيد من الإحباط وخيبة الأمل جرأ عرقلة الولايات المتحدة لمساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة جاء ذلك خلال كلمة مندوب مصر بمجلس الأمن عقب فشل المجلس في التصويت على مشروع قرار تقدمت به الجزائر يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لقد شهدنا صباح اليوم مجددا نموزجا صارخا من ازدواج المعايير فقد عاق الوفد الأمريكي للمرة الثالثة محاولة استصدار قرار من مجلس الأمن لإيقاف وقف إطلاق النار في غزة رغم تصويت ثلاثة عشر عضوا من مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الجزائري المقدم بدعم كامل من المجموعتين العربية والإسلامية في الأمم المتحدة وبقدر العرفان للجزائر العضو العربي بمجلس الأمن على تقديم القرار وبقدر الامتنان لكل من صوت لصالح مشروع القرار يعبر وفد مصر عن المزيد من الإحباط وخيبة الأمل إذا استمرار عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية لمساعي وقف إطلاق النار اشتركوا في القناة